السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا اخوان اللي غير تحقوا بالبت المباشر ولا غير شوفوا تجيل ديال هاده اللايف ان شاء الله كالعادة اللايف الليلي الجزء الاول مخصص للاخبار والمواضع النقاش والجزء التالي مخصص لاجابة الاسئلة ديكم سواء هلك اتهم المواضع اللي كان هنضرع له او مواضع او الاسئلة اللي بغاية تطرحون ان شاء الله فالموضع ديال هاد الحلقة هاده ان شاء الله هنضرع له على زكري ابو خلال الخلاف دياله مع نادي تولوز او الازمة او التعلاق بينه بين نادي تولوز تعدد الاسماء والنتيجة واحدة هنضرعه كذلك على المنتخب المغربي للشباب اه اللي ادخل في واحد ماسكر اه مع الناخب دياله محمد وحبي وبرمج مبارتين تابع ما يا هنضرع لهم ان شاء الله وللجزء التاني كالعدام وخصص لاجابة الاسئلة فبطبيعة الحل اه كانت عرفوا بانه اه كان نادي تولوز اختيو نادي نونت برسمة الدولة الفرنسية الجولة الخامسة والثلاثين الجولة الخامسة والثلاثين اللي كان العصبة الاحترافية في فرنسا يعني من ديرت واحد سيق يلغدين واحد البالاغ انه على اللاعبين اللي غاد يشاركوا في هذه المقابلات يحملوا هذيك الشارات ديال التضامن مع يسمى برهاب المثلية ويمكن يتضامنوا مع القضية ديال المثلية الجنسة. اه المشكلة اللي كان هنا هو كان بعد اللاعبين اللي قبلوا ما عندوش مشكلة ولاعبين اخرين ما ما قبلوش. فرصة معروفة بانه بلد الحريات حريات المعتقد حريات التعبير وحريات الى اخرى ولكن لي كان تكون شي يعني كاتبين في سنوات الاخيرة ما انه مشي بلد الحريات كما يعني كان تيصف باقي. الميطاق ديال الف وسبعمائة وتس وثمانين هم اللي كانوا تدارو هذيك الطورة فجأة اطحوا بالملك لويس سادس عشر كان يطالبوه بانهو الانسان خاص يكون حر في تعبير على الاراء ديالو ويكون كذلك لمشو عمل امور اللي خاص يديرها ولكن كالقوا انهو المد العنصري والله كبير في الفرنسا بدءا من ثمانية القرن الماضي وغادي وكيد زيت لدرجة انهو اي واحد اقلية من كتخرج الاغلبية عنك كحاربها ولت هنا الاغلبية انها كتدعي الى الفساد والانحيلة للاخلاقي. فاللي كان وقع هو انا زكريا ابو خلال ونادي تولوز وصل الى الباب المسدود فادارة النادي الفرنسي الفصلات اللاعب المغربي يعني التدريب الجماعية يعني كي نعزل يعني كي كيتدرب بصفات منعزلة او بصفات انفرادية وابو خلال لان يحمل مستقبلا قميس النادي الذي يريد بايعه الان والزكريا والاخر يرغبه في الراحل. ته زكريا شاف راسو بانه ما كيقدرش يمارس حرية المعتقد بانه ما يغضي خاصة تعرض له حملة ديالتشير من طرف الصحافة الفرنسية وكذاك من طرف العديد من المتابعي الفرنسي فبحس راسو بانه ما مرتاحش في فرنسا واي واحد سبلاستو يعني من غادي غادي غايتعرض لهديك الحملة فغادي يفضل انه يغادر فرنسا في اسرع في اقرب فرصة. اللاعبو ديال المتخب المغربي كانت ضامنوا معاه. ابرزهم كان اه هو النوصر المزراوي. نوصر المزراوي كذا فالله كل من حاكم زياج سليم املاح وبلال الخنوس. فعني هنضروكم على الكورنولوجيا ديال الخلاف الكورنولوجيا ديال الخلاف مهم تولوث كي يقولك لمه первый. كانوا اصلا كانوا دافع ولو في شهر ديجمبر الماضي. في شهر ديجمبر الماضي كان واحد للموقع الكتروني مغربي كان هذر عليه هذه الفيان ديال نادي تولوز. كان هذر بانه آآ دافعوا لي لانه كانت تعرض. كان واحد للموقع الكتروني مغربي كان قال عليه منه آآ لاعب متزمت ومتطرف الى اخرين فهم كانوا يوقفوا معه ودعموا. من بعد جاءت القضية ديلة هدى الجولة الخامسة والتلاتين كان نرفض هم جمعة من اللاعبين الاخرين كانوا رفضوهم هما كانوا ربعة اللاعبين. انا اعطيكم الصورة. واحد فيهم رخوا بهم ودعنا نهضروا عليهم من بعد. هم هدو اللاعبين المسلمين دي النتيجة تولوس. اللاعب اللي الفوق منهم هو فارس الشعيبي. اللي دخل كان في الورقة دي المقابلة ودخل كبديل فاذيك المباراة بين تولوس ونوت. ولا بغي يتفادى الغرامات او اللي بيتفادى المشاكل فهو كان معهم في الاخر بالدل الرأي دياله. ما يبقى رأي كي يهمه هو. اه اللي كان هو انه قلت لكم هدوك اللاعب مغربي ما كانش هو الوحيد. لا في نادي تولوس لا في الاندية الاخرى لانه العديد من اللاعبين المسلمين. العام اللي فات كانوا نفس المشكلة. وقيتوا عاقلين ادريسا قانا قاي اللاعب السينيقالي. كان اه رفض انه يلعب مباراة مع باريسان جمان بدك القامس. ومبعد دهو كده واحد الحملة. وخلق دفعته انه يرحل. انه متشبهت بالتقاليد الاسلام متشبهت بالعادة دياله فهو في قرر انه يغادر الدولي الفرنسي. فكيناد العامة كي نحتال نادي نونت. نونت كان لعب المصري المصطفى محمود. رفض انه يلعب. فعطوه غرامة. سلطوا عليه غرامة. ذيك الغرامة القيمة المالية ديتها. غادي يدفعوها للصندوق اللي دعم هاد هاد الفئة. اه ما يسمى بروهاب الميتلية. نادي تولوس في اللول كان دا الامور عادية. في اللول حيدو حيدو من ورقة المقابلة له للعبين اللي كان ورفضو. لكن الموقع دي الفرنسي. بحالك يقلب على الصداع. مشاش بدلي واحد الحادثة اللي وقعت هدي عشر ايام. ولي مرت مرور الكرة. يعني انتوح ما هدر علها. ولكن بحالة بتعاقب. ذاكري يا ابو خليل. ان شافت نادي تولوس ما درت لي والو. نونت عاقبة اللاعب ديالها بمصري دارو غرامة مالية. بالنسبة اللاعب ابو خليل ما دروا ما عدش يحال. ولكن من لي خرجت اغمسي وبذكي هدروا على حد الموضوع ديال انه فاش كانوا في الاحتفالات اللي انه كتعرفوا التولوس تفوقت على نانت في نهائي ديالكاس فرنسا. من لي رجعوا لمدينة تولوس في ساحرة الكابيطول. كانوا الناس. الناس فرحانة واللعابة فرحانة من ذلك شي. واحد الوقت واحد له اندلكم الصورة ديال نائبة العمدة اسميتها لغانس اغيباجي. هاد لغانس اغيباجي واحد الوقت تلفتت وقالت اه هضرت مع زكريا ابو خليل. قات له شوية سكوات. اه طلبتوا انه يلتزم بالهودو. لانه العمدة ديال المدينة غادي يلقي خيطة. بمناسبة الفوز النادي باللقب ديالكاس فرنسا. فورد عليها اه عندنا النساء لا يتحدثون هكذا للرجال. مهم هاتشي لنائبة العمدة نكرات قلت لهم هاتشي مكيش. يعني نكرات. واش اه بسحنيت هاتشي مكيش ولا مباشر بدصدع ولا مباشر تخلق المشاكل تميته فهي نكرات ولا كيان غما ديالك يعني ودارو درجة دارو درجة ودارو على الموقف ديالو يعني انه مهم كيدخلو فيها بزافة الامور. يعني المد العنصر اللي كيان في فرنسا. دفع النادي ديال تولوز مرها باش يصدر واحد البالاق. قالوا بانه غادي قوموا بتحقيق داخلي. النتائج الاولى ديال التحقيق الداخلي هو باش عزلوه على التداريب الجماعية قولوا لي تدرب وحدك. من بعدها تحولت هذه كالرغبة مع كتروا الضغط على النادي تولوز. من كل جهة. فهضروا معاه قالوا لي صافي احنا نفكروا اننا غادي نبيعوك في هذا الصيف. مع العلم على العقد ديالهم غادي نتيح تل. تل الف وستوشين كان اسنا معهم خمسة المواسم. هو حتى هو باغي يرغب في الراحل. تا هو باغي نيت انه يمشي لانك يحسر سوء مشي بها دا. كما العلم انه في الوسط الموسم كانوا دا استجابته صعاف الفرنسية قالوا ما انا مرتاح. بالفعل كان مرتاح قالوا ما انا مرتاح في هذه المدينة تولوز والجماعير ديالها وساعدوني على التأقلوم وكان دير موسم يعني في غادي في المساودة كل شي كان عاجبه. ولكن هات الاحداث يعني خارج على الكورة. خارج عن اطار الرياضي هي اللي خلت الامور انها تنحو الى هذا الالتيجة. بالنسبة لزكريا ابو خلال. فالحصيل التقنية ذاته صراحة من زيانه. مع نادي تولوز لان هذا اول موسم له. كان عارفو انه لاعب اجنبه من كي يجي لدوري اخر. فكي صعيب انه كتاقلم وتتقلق فيه. هو جاء من الدوري الهولندي الى الدوري الفرنسي. يعني كين هذا العامل ديال اللغة. كان كذلك دوري اخر. فهو سجل تلتعاشر هدف. ومنح خمسة تمنات حاسيمة. ودار واحد الانجاز في مسابقة كلاس فرنسا وانه سجل اهداف دائما دور سدوس عشور نهائي وكيماركي من تومون والربوع والنصف ومقابل نائية سجل فيها في كل مباركة سجل فيها هدف. هذا الموقع في الوقع على زاكريا ابو خلال انه كان سماه ما يسمى بالنفاق الفرنسي. لانه اللي هو العميد ديال منتخب فرنسا. في كاس العالم اللي بقته عاقلين. كان دو احد الحملق وفرنسا دائما هي اللي كتكون صاحبة فرنسا كان ديال لولا. لدرج انهم هضروا مع الجماهر الفرنسية بانهم يقاطعوا المونديال القطري. بانهم ما يمشوش القطع. القطر تقوم بالتضيق عن الحريات الفرنسية الى اخرى الى اخرى من الامور. وبالفعل ما مشوش العديد من الجماهر الفرنسية المونديال ديال قطر. يعني في البداية دياله. لانهم كانوا مامنين بذيك الفكرة. لانه الاعلام الفرنسي يعني كيوجل الشعب دياله لذيك شو اللي بغى. هدي اول حاجة. اه فكانت كانوا سبعات المنتخبات اوروبية. منهم دانمارك انمانيا. لابقيتوا عاقلين ذاك المنتخبات. كانوا بغادي رفعو الشارات دياله. مهم الشارات اللي كان هضروا عليهم. كانوا غادي رفعوهم والفيفا قلت لهم لما خسكم شو ديرهم. وايجولوغيس العامي ديال المنتخب الفرنسي. فهو كان تودد هاتفكرة. اه كان هو ضد هاتفكرة. كان هضروا معا قال لهم ان خسنا اولا نحطر ملقاونين دياله ذاك البلد. وثانيا قال لهم اه اني كان فضل بقع في اطار لاعب للكرة. انا ملاعب ديال كرة القدم. يعني ماشي ماشي سياسي ماشي مناضل ماشي هدي ماشي هدي. زكري ابو خلال نفس الشكل. لعب كرة القدم. هو كيدخل غير يدخل ارضية الميدان. باش يسميته. وماشي هو ماشي وزعيم سياسي ولاني قابل يدال لهم واحد دال لهم واحد برنامج سياسي وما وما احترم شو عادية. هو سنم على النادي الفرنسي على اساس انه باشي لعب كرة القدم. ماشي باشي يرفع الشعارات. شعارات سياسية او شعارات من هاد القابل. فهني كابلك هنا النفاق الفرنسي مع العلم ان اذاك الامر كتعلق بعميد منتخب فرنسا. رفض حمل الشعارة. وقال لهم في الندوة الصحفية قبل ما ينطلق المونديال. وفاش نطلق المونديال يوم واحدة عشرين نوان بير. فهدي كل يعني الندوة الصحفية اللي كانت سبق اول مبارة لمنتخب فرنسي عاود كرروا لي نفس السؤال. وقال لهم انا كان الفضل بقاء في اطار لعب اطار لعب الكرة. ولكن ما حاربوش. يعني يعني ما قدرواش يوصلو لي. ما العلم? ان هو عميد دي المنتخب فرنسا يقدروا يدولي اشارة العيمة دا واعطوه لعب اخر. يعطوه انتوان غريزمان ولا اعطوه شي لاعب اخر اللي يقدم. ولا يعطوه للحارس اخر يديرو في بلاستر. ولكن كان نلقاوا بانه الامور تختلف. لانه هذا لاعب اه كيبقى لاعب مسلم لاعب عربي مغربي. فكي يكون الحرب. ولكن ممكن تعلق الامر بلاعب باوروبي كتختلف الامور. هذا كان نسمى النفاق. النفاق الفرنسي. لانه النفاق اللي نظرت لكم على التفلق ديال رمضان. يعني الدول الاوروبية كانت متساهلة. يعني بحل هولندا بحل انمانيا بحل انجلاتيرا تساهلوا بزاف مع اللاعب المسلمين في ذوك الفطرات ديالة الافطار كسر الصيام. لكن فرنسا. فرنسا مش غير منعات. بل اه اني دارت واحد دارت واحد ديسيركوليك انه غادي تعاقب الحكام. الحكام اللي غادي يوقفوا اذوك الدقيقة باش الناس يفطروا. غادي تعاقبوا. فهنا باش كيبالك الفرنسا. وما نسوش فرنسا. يعني هنا ما كان مشي كان تحاملوا على فرنسا. ولكن حتى تاريخيا را المهد ديال الحرب الصالبية راخرج من فرنسا. الحرب الصالبية من نجات. را فرنسا يلي قلبت هذوك الدول الاخرى باش باسم المسيحية باسم الصالب المقدس الى اخرى الى اخرى. باش مشو يحرر قدس ويقدو على المسلمين الى اخرى الى اخرى. فهذا شين تلكين? فالااا ومشكلة زكري ابو خلال عندو هدا الالتزام ديالو الديني كي يعني من الظهر ديالو كي دائما كتلاق مع انصريين. لانو العامل يفات فاش كان في ازيد الكمار. ولكنو كتلاحظو الناس اللي متبعين الدوري الهولنديين الناس اللي كي من هولندا غادي يتبعوني. اه اللي غادي يعني غادي يوافقوني. كان عندو ان كانت انو يلعب رسمي مع النادي ازيد الكمار. ولكن المدرب ديالو عنصري. ما عندوش مع المسلمين. شكا كي دير ليه? كان يبود الحرام كي لعبو في الماتشات في رمدان. في عزي النهار. كيدخلو. كيدخلو في الماتشات ديال رمدان. باش وكيدخلوا مسكين كيدخلو كيتقاتلو كيشجلوهم اهداف. بلعكس واقع دول اهداف اللي دار ودول اكتمالات الحاسيمة ساهمت انو النادي ازيد الكمار يضمن تأهل ديالو لمسابقة كوفيرنسلي. اللي ده بوصل للنصف النهائي. وصلوا للنصف النهائي وكانوا خسروا معاوز في مبارة الدعم. يعني انا بفضل الاهداف دياله اكتمالات الحاسيمة وكان ذاك مدرب عنصر. ياداك نستغل الفرصة من اللي جاء العرض للتولوز انو غادر الدوري الغولندي. اكيد انا بحالة اللاعب لانو الارقام اللي قلت لكم التلتاشر هادا بخمسة ملات حاسيمة مش ارقام ديال رأس حربك. انه هو را لاعب جنح. يعني بنسبة الاول موسم له في الدورة الفرنسية را عرقام متميزة. فهي لمشى الدورة الاجليزية او الالمانية او الايطالية فان شاء الله بعدها اه ما كي يعني ما كيحاربوش الاسلام كيحاربوه يعني ما فيو مش هاد هاد الامور اللي كيدرو هال الفرسي اللي كيخلطوه دائما اي حاجة في الاسلام خاصوهم يدخلو فيها. نمشو الان اه نهضروه على المنتخب المغربي للشباب. فعلا المنتخب المغربي للشباب هنهضروه على اللائحة اللائحة اللي سميتو اللي دارها المدرب محمد وعبي. ببدا اول حاجة حاجة مزيانة عجباتني انه كان قبل انا بقي عاقل فترة قديمة اني فترة دي التسعينيات والفترة دي الالفية التالية تحت السنة البداية دي الالفين وعشرة كان مني كيكون شي موسابقة افراقية متل كاس افراقية ولا شي موسابقة دولية. عاد كي بدي يجمعوا اللعابة وكيدخلوا بشي واحد دموا عسكار قاسير. يقدري لعبوه مباراة وان يميلعبوه وش يمشي يشاركوا في هذا التظاهرة وكان خسروا وكان خرجوا. اه داب هناك نلاحظوا بان الادارة التقنية واللي تكتل من انه معسكرات طيلة السنة. سواء للفيتين الشباب الاولمبي كان واحد لوقت المحلي ومنتخب الاول دي كبلا من هضروا عليه. اه المنتخب الشباب كما كنتعرفوا يعني كو كنا في العقلية القديمة كان المنتخب الشباب بغايت تفرط هو المدرب ديالو مليت تقسينا في قساية دي الشامة الافراقية المؤدية الى نهائية كاس افراقية. الاقساية دي كانوا في اكتوبر كان في هذا الوقت ما كنا نسمعوه حتي شي حاجة اللعابة اللي غنسمعوه قدرنا نسمعو المدربة راجروا عليه وما كيحتش يتجمع حتي يقربوا الاقساية دي الكاس افراقية القديمة ديال الفين وخمسة وعشرين عاد كنا نده سانتنا نجمع المنتخب. فهذا اللي دارو هاد المعسكر كان قبل منه واحد المعسكر سابق في في افريل بين خمسة وعشرين وسبا شين افريل. اه محمد وبي عيد في على اللاعبين المحليين. وداروا مهم داروا يعني داروا حيصة استدريبية بيناتهم. كانت فرصة باش شاف اللاعبين. لهو لتقن تقني ديالو. طب هات الحل. اه ده بادخلوا عندين في معسكر اخر. على اساس انه يواجهوا منتخب بوركين ابي في مواجهتين وديتين. يومي ستاش وطمنتعش. يعني يلعبوا اليوم ويلعبون هالخميس ان شاء الله. الليحة كما كتشوفو كتعرف توجد سبعة لعبين من نادي الجيش الملكي. خمسة من نادي الرجاء الرياضي. اربعة من نادي الفتح الرياضي. وصراحة هاد الاندية ترفع لهم القبعة. كان لاحظوا بدل الجيش والفتح اعطاوه التفل فيتيا. اذا بكينا الراجاء هاد الفئة ديالشابة عادتنا خمسة اللاعبين. كن ثلاثة من نادي اندر لخت البلجيكي. لعبان من اكاديمية محمد سادس. ولعب واحد من الاندية التالية. حسنية قادير. اتحاد وارغو. اسبانيو برشلونة والارسونال اللوندوني. هاد هي اللائحة اللي كاينة. هاد اللائحة هاد ندلكم تعرف سريع باللاعبين المحترفين. فغاد نبدو باسماعيل. اسماعيل ولاد محند. اسماعيل ولاد محند هو الاخ الاصغر دير صالح ولاد محند. اللاعب الارسونة. هو حاليا اللي فئة شابة اقل من تمنتاشر سنة. التحق بهذا النادي اللوندوني في يناير من سنة الفين وواحد وعشرين. وقبل اللي كانك العمال نادي فايل نظر وترده مركز تكوين. وبقى واحد في طرقها سايرة بيدون الفارق قبل ما يمشي النادي الارسونال اللوندوني. المركز الاساسي دياله وسط الميدان. يجيدوا اللاعب بالرجل اليومنا. لعب فات الموسم تمنتاش مبارا في الدور الاجليزي لفئات اقل من تمنتاشر سنة. سجيل فيها ثلاث الاهداف ومنح تماناتين حاسيمتين. يبلغ من العمر تمانية عشر سنة. كينا اللاعب اخر هدو غن لعبة ديال انداللخت. نحن نزول لعبة ديال انداللخت. مهم نخص نديلكم الصورة باش تقدروا تعرفوهم. هدا انس تجاورت. انس تجاورت سبعتاشر سنة. لعب وسط الميدان التحقب من مركز تكوين انداللخت في صيف سنة الفين وتلتاش. تم تصعيده لفئة اقل من تمنتاشر سنة في صيف الفين واحد واشعين. يعني ديك ساعة عندو خمستاشر سنة وطلعو الفئة ديالاقل من تمنتاشر. كنا لعب اخر معه في نفس النادي. النادي انداللخت اسميتو علي معمر. هذا ولي كان علي معمر كان نرفض بلجيكا باش يلعب مع المغرب. وهذا علي معمر عندو تمنتاشر سنة وسط ميدان دفاعي. سبق ليه متل منتخب بلجيكا لفتيان. لعنها مباراة واحدة. ومن بعد نرفض انه عيته عليه ورفضه وفضل انه يمشي المغرب. بامكان يلعب كظاهر ايمن. يعني وسط لعب ارتكاز ويقدر لعبك ظاهر ايمن. للتحق بمركز تاكوين انداللخت في صيف سنة الفين وتسعطاش تم تصعيده لفئة اقل من تمنتاشر سنة في صيف الفين واحد واشعين. بالنسبة للعب الاخر فانا اهضرت عليه ناسي معزاوزي اهضرنا عليه هو اللي رأس حرباء. اهضرنا عليه. كان جاء واحد المعسكر دي المنتخب الفتيان. وبحكم ان انداللخت ما قدش بالتسريح ديالو ده بحضر مع المنتخب الشابب. غادي مشو لعب اخر. هذا ديال اسبانيول برشلونة. رشيد سيح. رشيد سيح. آآ من موالد الفين وخمسة. يعني عندي تمنتاشر سنة. المركز ديالو مدافع. وكي عمع نادي اسبانيول برشلونة. الان هذا المعسكر اللي اللي بدأ فما عارفش تشكي لانه مقابلة. يعني ما كانش منقولة تلفزيا. ولكن المنتخب مغلبي يتمكن من سحق منتخب بوركي نافاسو بتلاتة اهداف لا صفر. بتلاتة الصفر شجلها كل من امين الصباح. من النادي الرجاء سجلتون ايا. ومعاد ضحاك من اكاديمية محمد الساديس شجل الهدف. الاهداف جاءت عن طريق ضربة خطع. يعني واحد من كوفو. وهجمتين مرتدتين. هجمتين مرتدتين. تخيل انه قليل لعبه بنفس الطريقة اللي كي لعبها المنتخب فيتين ومنتخب الاول. يعني يعني التنظيم دفاعي غي يكون مزيان اعتماد على المرتدات السريعة وكذلك على ضربة التبيطة. فهدي النتيجة مشجعة لانه منتخب بوركي نافاسو احتوفت الفئة العمرية يكون منتخب جيد. هدي ثلاثة الصفر. المقابلة القادمة ان شاء الله تلعبنا الخميس نتمنى ان شاء الله انه يدرنا نتيجة مزيانة. اللي اللي كيهم هو انه اللاعبين يبقواوا لعبوهم مع بعض دياتهم. باش يلتحقوهم يعني في السنة القادمة بالمنتخب الاولمبي كين بزاف تلعابين اللي قدروا لعبوهم عن منتخب الشباب. يعني اللي عندهم مثلا سبعتاشر سنة تمنتاشر سنة غايتضافوا ذوك اللاعبين ديال شيبا. باش يشكلوا منتخب الشباب. باش ان شاء الله يشارك في كاس الفراقية ديال الفين و الفين وخمسة وعشرين. ويتأهل كاس العالم الفين وخمسة وعشرين. فنتمنى لهم التوفيق. وهذه القادية اللي كانت ديال الجامعة. ديال انهم اللاعبين اه كي يبقوا بجموعين فهذه مزيانة. بالنسبة للناس اللي مك يعرفوش ناسي معزوزة فهو هذا. هذا هو الناس يمعزوزة هو المهاجم. تشكيلها لأسف ما عندنا شنو نقدر نتعرف علام. ان شاء الله في الساعات القادمة نقدر نغدات لانها مقابلة لم تكون منقولة. لها الان غضي نجاوبها للاسئينة ديالكو فما حباب يكون الاول قائمة الى اخرها. ما تبخلوش عالنا باللايكات وبالشتراك وبالبرتاج. مهمة. عن الناس اللي كي كي يسمو الاوفياء ديال القناة اللي ما كي يساونش باللايكات. فكل شكركم. يوسف ز ز ز قلي اخي هالفارق الذي يلعبو لو الخنوس هي تقال العام العام مقابل الى دورة ابطال اوروبا. خصويت ديال اللقب ديال الدور البلجيكي. ده بمشو البلايوف. البلايوف حالي هنا انتوار بها اللولة. وغانك هي التالتة. التانية هي اسميته غوية سانت جينواز. فما ما غادش يشارك دورة ابطال اوروبا. ينبقى في الترتيب يشارك في اوروبا لك. مدري دي متعصب هان يا اخي اخاي وحتى اخو يقدر يرجع لارسونان حيطاش الارسونان لسيبتطو اعارة. نعم. كان سبتنو الهال سيتي في تشامبيونشيب. نيو ورد سيشا موريتانيا مشي مرابطين. اه انت مجمع ماشي واحد ميتونيشا مهمان قناة السؤال ديال. اه سيشا موريتانيا مشي مرابطين مؤسس مرابطين هو اسمنا اه مشى اليد شي هو بنوياسين اه عبد الله بنوياسين اه مشاو اوكي. كان شي مشكل فلا كونيكسيو نعود نحاول. مهم. نقرأ قال لي يا محمد بهايلين قال لي يا اخي وسماء الفوزي القصة سيحضر نهائيك السفرقين. لا اعتقد لا اعتقد. ولكن بالنسبة لنهار الخميس كان واحد اجتماع ديال كاف كان في الجزائر. وكان متضرور خاصة يكون يحضر. انه لا يعقل انه تكون رئيس ديال كاف ما تحضرش المباراة النيائية. فهو غد يحضر المباراة النيائية. النهار الخميس غد يكون واحد اجتماع مهم. فغد نهضر عليه بحلقة ديال غدا ان شاء الله. نمشي ونقرأ والاسئلة ديالاخوان. مهم عندي شي مشكلة هنا. هي شام تيزنيت لحد سيدان سودان الكورة قدم يبدأ اتصاد لخوض مباراة سوق رجيديا امام مناظر المغربية ذلك بعدها قرار كاف بحضر الملعب ملعب يطلب في المغرب بالسودان بسبب اوضاسة. اه دا بعد فهمتك اش كانت اوضاسة. اه غي لعب السودان غادي تستقبل في المغرب. غادي تستقبل منتخب موريطانيا. وهذا كان طالب ديال بيدو الزاكي. بيدو الزاكي هو اللي كان طلب. شحالة دي باش بدي يديرو معسكر بعدها اصلاف في المغرب. ويتستقبلو منتخب موريطانيا في مغرب. اه المانيا الغربية والاتحادية. قليشي كلمة على الكلمة اللي في نظاري كان ياخد في الوقت ديال فيا ريال. زب هو فان خال. اللي كان يجري على اللعابة سيد امريكا كيماري فالدا اندرسون جيفاني. كان نعزلي اللعابة ديال اياكس بزاف. واحد العام كان تسعوت لعابة من اياكس كانوا في البارزا. كان جابحتها ياري لاتمانين. جاب رايزيقير جاب. ديبور الاخوين بجوجهم. جاب مارك اوفر ماسي قال اياكس اللي كان كيدربها جابها للبارزا. يوسف ازود كي جيني ابو خلال بحل جونس ديال ليفينبول. اه. اه عادي المانيين وقال يا وش كنش عرض رسمي للبخلال. لا باقي ما كيش عرض رسمي وده باي الله. الله خرج الخبر اليوم بعناه وصافي بعناه كيف يفكروا فيه يبيعوا فيه. باي فيه. اصبر باقي اللي ايام. باقي ساعة ما كيحتش عرضوا. لكن محل دل عبرة غضي يلقى الفراقين. ما تخافش علي. عبد المولى بن طيب. سلام اخوي اخويا. تحياتي لك. واش ممكن? واش ممكن? اه نشوف. ما كتبتي غير نشوف. الياس بن صغير الاخ ديالو دايما. كيش اشجع. ما غريب معلش. مهم. عارتي نقل الاسمينة والكلمات كلهم نقص فيهم الحورة. ما غدا نحاول. ما كيش ممكن نشوفه الياس بن صغير ممكن نشوفه ان شاء الله مستقبل مع المنتخب غيره. عيماد عيماد خويا ما تنسوش اللايك شو كان تحياتي لجماعة. ما تنسوش اللايك يا اخواني. قلي هل من اخبار عن امير ريتشارسون هل من انتقل. قال لا هو منطق له هو. هو اصلا ركن سنف بداية الموسم. ها نادي غانس اللي كي لعب لي يونس عبد الحاميد. ومسل في انو نادي له هافر. همتي مسل في انو غر هو رادي له هافر. وشراته غانس وقال له خلو معاكم هاد عام يلعب معكم. باش يلعب بزفة المباراة ويكون عندو تنفسهم زيانة. والموسم قادم غير لعب ما نادي غانس في الدورة الفرنسية. الدورة الدرجة الاولى. ريضا قليا حكيمة الهون كجديد. اللي كين هو كين واحد القائمة بانه يقدر يكون توامل لعبين اللي غد يمشي. اه كتعرفوه. ونسيت قبولة باش نظر لكم على هني اه حكيمة ديك قادية اللي وقعت لي ديك السيدة اللي بطيح عليها الباطل. مشات الكوميسارية قالها وش يعني ندروا اسميتو يعني ندروا محضرون كتبو ذلك شيء ويفا يرفضت. وما قلوا لها لخصيد يعني بحالة كيدفعون بغي انك يخلقوا المشاكل. فانو في نظري اللاعبين المغربين افضل يتفادوا الدولة الفرنسية. اولا التين فوسي اللي ديتو اقل من دولة الايطالية الانجليزية والالمانية دي اللولة. وعد كي خلطوا في هاد شي دي الله. يعني كي حربوا الدين الاسلامي وفيها العنصرية ولا المد العنصري غاديو كيتزاد. كتبا احتفى الانتخابات ديهم سواء للبلدية ولا للرئاسية كي بال بانهم مد يميني غاديو غاديو كيرتفع الانصار ديهم العدد ديهم. بيكوش باردس. قال يا الى كانت استفزازية سياسية يوم مبارا ايا النهار جمعه وش ممكن تكون كاف حازمة هاد المرة. لا اشوف اصلا الى لاحطي للمنتخب المغربي يعني كين واحد الحماية دياله في التنقل دياله ولا في كي مشي التداريب ولا كي رجع الفندق ولا كين الحماية لانو كيني تعلمت من الفيفا. انه من الحواج اللي كانوا الطابق وباش المنتخب المغربي يشارك. وانا ما ينقاش لما ذك شلي كانوا قاع في في نيائي ديالكاس العرب. فكان لاحظوا بانه كيني اني تعزيزات امنية وكيني كذلك تعليمات. باش يحترموا الوفد المغربي. فبال حد سارة الامور بيخير. لا اصلا ما كان عن طاقش تكونش حاجة في نيائي. لانا اصلا واجهناهم واجهناهم وربحناهم. يعني ما كانش همتي ما كانش هدك الشاغب ما كانش هدك شلي اللي كتير خايف منه. مو بارة بالمغرب والسينيقال بالنسبة لهم بين بلدين ام ما كيعنيهم شو ما الامر يعني. اصلا السينيقال ربحاتهم في نيائي ديال الشان. اوه المغرب اللي اعطاه الله اعطاه معدهم ما يديرهم. وعنده غد يكون حاضر اسمين تولا. اه حاضر باتريس موتسيب غد قوليا كان حاضر في حالف الفتيتاح ديال الشان وما دلوال. ولكن ما يقدرش يعودهم. ما يقدرش يعودوا لان القضية فيها الفيفا تاعية. انو كيلتيزة مع الفيفا. سيليبريتيز تونتي فور قليسي وساما على ايدي سات بدلوا لهم التوقيت. انا فهي اللي غير عبوهم عشرة الليل. هذا هو التوقيت. قلت لكم ديكم مرهن. قلت لكم نهار اتنين رمعتنال الحد قلت لكم هاي لابوهم في عشرة الليل. الى ولكن مع الكاف كل شي ممكن. كل شي ممكن. ما يقدر يبدلوا التوقيت يبدلو لك حتى المدينة يبدلو لك الملعب حاجة عادي. يعني موقعش ما تجيني دل امار كتجيني غريبة. اه مدري دي متعصب قليك يجد كخي وساما الانتر واش تقدر دي شوف المقابلة النيائية كل شي ممكن. اه مقابلة النيائية تلعبها لتفاصل صغيرة. كان عرفها انتر ميلانو. الفرقة اللي عندنا منظومة الدفاعية ديالة مزيان. عندها مدافع يمزياني الحارس متميز. رفل المباراة ديال الخروج المغلوب بستة المباراة بين التوم والنيائي والربع والنصف خفزات المقابلة اه اه الشي باك نظيفة. وعندهم الارتداد السريع من حالة الدفاع للحالة الهجومية وعندهم مواجهة من خطر. كانت شوف لاوطار ومارتينيز كانت شوف كذلك لوكاكو. انا قلت لكم هناك كانت تنبأ من الانتر اللي غا تقسيل السيميلان قبل ما يلعبوا الماشي ديال الدعم. وعاد اللاعبين اللي في حطيات. مثلا كوريا تاوام زيان داك الارجنتيني. ففرقها في المستوى. ودالي نهاية موسم متميزة. روصل لنهاية ديال كاسا ايطاليا. حتى في الدور الايطالي غا دينوا كيرا بحول ماتشات. الماتش اللي ربحول اليوم والماتش التامن على التواليو اللي كيرا بحول. فعنا غاد اه اه كتعرف النهائي في اه نهائي كيتلاب على جزئيات صغيرة. ما ترى ماشيسر سيتي فرقها وعرق. لكن الحاجة اللي كيدرها غوارديولا في هذوك المقابلة بعد المرة يبدي يفهم بزاف. يعني كل شيء ممكن. كل شيء ممكن. ما يمحتاج نشوفون قداش كنايت اهل من النهائي. لا في غالي بغاد تكون واحد نسبة كبيرة من ماشيسر سيتي. اه نقرأ اخر سؤال انه صدق تلاتين. يوسف ز ز ز قال يا ما رأيك فيما تراد له اب لامين يامل. واحد هذك حزب حزب فوكس تاوي يمينين متعصب. وكانوا دان واحد دانوا في واحد الحي اللي في المهاجرين. المهاجرين بصفتين عامة. وخاصة العرب والمغاربة. طابت لحال اه كتعرفوما ذوك عنصرين كي دخلوا اسمين. شو ديك اللقطة اللي ضرب لهم تاوي ستوند وجوه بوليسكي بعدو عليهم وذلك شيء. قال لي اخي وساما قناوة بان نفس الجيح تاكرت الرياضة وفرض على المتلقي المغربي الذي يختلف عن المشرقي. صراحة لا الم لماذا ليس لنا انه وفد اعلامية خاصة بنا. كما وحال الدول اخرى لنقول اوروبية لكن افريقية. متفق معك. بحال بتقول مصر مثل تونس. ايه متفق معك. شو نقول لك اه خاصة الامكانية المادية واهم حالة مو هما يفسحوا المجال للطاقات الوعيدة. ماشي نفس الاسماء اللي كتبقى كتحتها كنشوفها دايما في البلاطوات التحليلية كتشوف نفس الاسماء كان الاسماء اللي من السبعينات هما بقين كي هضروا والتمانيين بقى بذك الاسلوب ديالهم بهادك الاسلوب ديال الساجع ديالهم بقى بهاده كل مو يبتفكر ديالهم بطريقة ديتهم وذك شعندهم يعني فهدك يبقى غير مسألة ديال ارادة ارادة والعزيم خاصة كل الفلوس ويعطوا الفرصة سميته للشباب الصاعد والطاقات للناس اللي كتستحق لابو يزيدوا القدام وتشيرى في جميع المايدين جميع المايدين ولكن الحمد لله الحمد لله بدأ يوتيوب ولت فرصة باش اه باش المشاهد كي شوف حواج خورين يعني كيشوف افكار اخرى كيشوف اه طريقة تحليل اخرى طريقة لتناول احداث بطريقة اخرى خارج على ذاك النطاق الرسمي خارج على ذاك النطاق اللي اللي عودوا عليه يعني اسميته فالحمد لله يعني اهد الوسائل التواصل الاجتماعي خاصة العرفة واحد كيفاش يتعامل معها فهي ولت كات يعني خرجت من ذاك النمط التقليدي خرجت من ذاك النمط التقليدي ف والناس كات مشي كات تفرش في ذاك شي اللي بغات يعني تشينت لك اذا اخواني انا اكتب في بعض القدر تصبحون على خير ونطلقوا ونقدر شاء الله في اللايب اخباري وفي اللايب دي الليل ان شاء الله تصبحوا على خير والى اللقاء